حقيقة الهداعش واحد وتهديد فرانكو لبرشلون فرانكو هو حاكم اسباني ديكتاتوري لكن قبل ذلك كان فرانكو احد اعضاء فريق القوات الجوية واللي يعرف حاليا باسم تلتكو مدريد قبل حكم فرانكو هذا النادي كان يلعب في الدرجة الثانية وبعد حكم فرانكو راح هذا الفريق للدرجة الاولى بدون اي وجه حق وما اكتفى بهذا الشيء كان يجند اي لاعب موهوب عشان يلعب جباريا للقوات الجوية الاسبانية بعد فترة حدثت اضطرابات في العاصمة مدريد كان سببها ريال مدريد وهنا قرر فرانكو ان يضم ريال مدريد تحت حكمه ولكن وقتها رئيس ريال مدريد رافايل سانشيز رفض الخضوع لفرانكو بالطبع خضاء فرانكو حطه في السجن وتقدر تكتبوا اسم رافايل سانشيز وتبحثوا عن هذه الحادثة مع فرانكو نروح للجانب الثاني علاقته مع نادي برشلون كلنا نعرف ان الكتلان كانوا يريدوا الانفصال عام حكمه عشان كذا هو يكره مقاطعة كتلونيا كلها بنفس الطريقة اعتقل رئيس نادي برشلونة جوسيب سانيول اللي كان احد السياسيين المعارضين لفرانكو وبعد ذلك تم اعدامه والحين نجي على حقيقة الهداش واحد في مباراة الذهب المباراة في برشلونة حاول جمهور برشلونة الاعتداء على اللعبين ريال مدريد ووصل فيهم الاشتباك بالاياد وانتصر برشلونة على ملعبه 3-0 وفي مباراة الاياب كانت المباراة تقام على ملعب ريال مدريد شامارتن فكانت ردة فعل جمهور ريال مدريد مشابه لما فعله جمهور برشلونة في ملعبهم وصلت روع بلاعبين برشلونة وانتهت المباراة بـ 11-1 ويدعي لعبين برشلونة ان مسؤول الامني قام بتهديث مقام المباراة لكن هي مجرد قاول بدون ادلة واتضح بعد ذلك ان المسؤول الامني حذر الفريقين من ارتكاب اي مشاكل الغريب في الامر ان ريال مدريد خسر النهائي ضد اتلتك بلباو وكلنا نعرف ان نادي اتلتك بلباو من اقليم الباسك وهو اقليم مشابه لأقليم برشلونة يريد الانفصال عن اسبانيا اذا كان فرانكو هو من تدخل في مباراة الـ 11-1 ليش ما تدخل في النهائي والامر الاخر برشلونة حقق هذه البطولة 9 مرات في عهد فرانكو في المقابل ريال مدريد حققها 6 مرات فقط اذا كيف سمح فرانكو لبرشلونة بتحقيقة 9 مرات اذا هو كان ما يريد من مصر النهائي مرة واحدة بس وليش قام بتهديد برشلونة في مباراة الكلاسيكو وما هددهم ضد فريق السابق اتلتكو مدريد في النهاية نتيجة الـ 11-1 معتمدة من الفيفا ومن الاتحاد الاسباني ريال مدريد فعلا انتصر بهذه النتيجة وهي اكبر نتيجة سجلت في تاريخ الكلاسيكو